بنبدأ في المستقبل وفيه بنشوف تكنولوجيا متطورة جدا بتخلي اي شخص يكون عنده فرصة يرجع الاشخاص اللي فقدهم عن طريق زرع ذكرياتهم في عقل شخص مضيف وبنشوف شخص اسمه سال واللي بتتوفر ليه فرصة انه يودع مراته زوي اللي ماتت مؤخرا واللي بيكون مش قادر يتخطأ انها ماتت وبنشوفه وبتكلم مع جرته وهما بيشربوا شاي بينما جز جرته ده بيكون قاعد بيقرى الجرائد لكن فجأة بينام وساعتها بنشوف مجموعة اشخاص لبسين ابيض بيدخلوا وياخدوا جزها ده والغريب ان الجرة بتكمل كلامها عادي مع سال مش بتهتمة باللي بيحصل لجزها لكنها بتشتكي ليه من الجيران الجداد اللي بيكونوا عاملين دوشة طول الوقت في الوقت ده الاشخاص دول بيحطوا جزها في صندوق ابيض وقبل ما يمشوا به الست بتبوس جزها وبعديها بياخدوه لمكان بعيد وبنشوف الاشخاص دول بعد كده وهما بيحطوه في قاعة كبيرة فيها مئات من الجسس في اكياس وبعد شوية الناس اللي جوه دول بيصحوا بيفتحوا الاكياس وبيخرجوا وساعتها بنفهم ان ده ما كانش جزء الست العجوزة ولا حاجة وانما كان مضيف او عائل هي كانت مأجراه عشان تحط فيه ذكريات جزها اللي مات عشان تقعد معها شوية عشان كان وحشها وبنرجع لسال اللي بيقعد يشوف صوره ذكريات حبيبته زوي اللي ماتت من فترة قريبة وبتطلب منه اخته ابي انه يطفي الجهاز قبل ما الشركة بتلاحظ وعشان تخرجه من الحالة اللي هو فيها دي بتعزمه على العشاء لكنه مش بيرد عليها فبتكرر تطبخ لي اي حاجة وهو قاعد لوحده سال بيوصل للذكريات تاني لكن بتدايقه لما زيكا العاية اللي شغالة في الشقة اللي فوقيهم وتاني ام هو بيحضر الاكل كان صوت المزيكا اللي جاية من فوق عالي برضو وكان مدايق جدا فبيروح على الدولاب وبطلع جهاز بتاع زوي وبيستخدمه عشان يغطي على صوت الدوشة بعد كده بيظهر انه بيعاني من مشكلة وانه مش قادر يتحمل فبيشرب وبيحاول يسكر وياخد ادوية كتير عشان يهدى لكن بيباني انه بياخد اكتر من اللازم وبتلاحظ اخته اللي حصل ده فبتتخضى عليه جامد وبتسعف وبتقدر تنقذ حياته وبتحاول انها تساعد اخوها باي شكل علشان كده بتروح تزور اهل زوي لكن اول ما بتدخل وقبل ما تقول اي حاجة بيباني ان ابن ابو زوي عارف هي جاية ليه وبيرفض عرضها من البداية لكن ابو بتكون مصممة ان ده هيكون مفود ليهم وهيشفيهم من قلم الفراء لكن الاب بيرفض انه يشارك زكريات بنته مع اي شخص غريب وايب ساعتها بتقول ليهم ان الشخص ده هيكون عنده كل افكار وزكريات زوي وده مهم جدا لانه بيكون فيه شبه حالة جنائية في موت زوي لكن رغم كده ابن كان مصمم فبتقول ابو ان فيه تحذير من الشركة اللي اسمها انهم هيمسحوا زكريات زوي في خلال اسبوع وانهم لازم يراجعوا نفسهم في قرارهم وعشان كده ابو بتسيب كرت ليهم عشان يساعدهم يكرروا ازا كانوا هيعملوا كده ولا لا في الوقت ده سال بيكون في المحطة مستنى المترو وبيشوف واحدة ست واقفة جنبه وبتفكروا بزوي فبيحاول يتخيل ان هي لكن الاطر بيوصلوا وبيتفرقوا وفي شركة المسؤولة عن تكنولوجيا الزكريات بنشوف ابو اللي بتكون شغالة هناك وتكون بتشرح لوحدة ست ارمالة ان مدة وعدد الجلسات بتعتمد على توافق الشخص المضيف مع الزكريات وبعد ما العميلة بتخرج من عندها بتدخل كلارة عشان تبلغها بموفقتهم على نقل الزكريات زوي لمضيف وتاني يوم على طول اتنين من بيزوروا بيت سال عشان يجهزوا لنقل زاكرة زوي وبيسألهم سال ازا كان لازم يترتب البيت زي ما زوي كانت بترتبه وفاكرة فبيقولوا لي ان المضيف هيتم تعديل زاكرتها عشان تفتكر انها تم انقاذها بعد الحدثة وفاكة المستشفى وده عشان زكريات زوي تتنقل لها بشكل سالس بعد كده سال بيتجهز للمحاكاة وساعتها المساعدة بتفهمه ان وعي زوي مش لازم يعرف ابدا انها ماتت فالمفروض ياخد باله ولما سال بيكون جاهز بيدخلوا اللي كانت موما عليها على نقالة جوه عربية تسعيف وبتصرفه على انها زوي واللي زكرياتها دلوقتي في عقل ايفا واللي بتكون فاكرة انها في طريقها للمستشفى بعد الحدثة اللي المفروض انها ماتت فيها ولما ايفا بتصحى وهي في وعي زوي وتجاوب على اسئلة الممرضة على انها زوي ساعتها بيتأكد سال انها خلاص اصبحت عندها زكريات زوي لكن سال بيكون متوتر جدا ومصدوم وبيحاول يسيطر على نفسه وساعتها ايفا بتحاول تطمنه وهي معتقدة انه قلقان عليها بعد كده الممرضة بتخدرها تاني عشان يكملوا المرحلة التانية في المستشفى المفاجأة ان سال بتعصب وبيمشي فبتجري وراء اخته وتحاول تطمنه لكن سال ما كانش قادر يكمل وده لانه حس ان ايفا مش شبه زوي خالص وحاسس انه مش هيقدر يتأقلب مع الوضع فاخته بتقول له ان في ناس ممكن يساعدوه عشان يتأقلم لكنه بيقول لها ما تجيبش الست دي لبيته وبيمشي ويسيبها وبيروح سال وبيحاول ينام لكن المزيكة العالية اللي جاي من فوق بتكون مخليها مش عارف ينام فبيقرر يخبط على شقة الجران عشان يشتكي من الصوت العالي وبالفعل بيقابل الام اللي اسمها جوليا اللي بتعتزل لي لان بنتها فلو مش اغلى المزيكة بصوت عالي ووقتها بتعزمه انه يدخل علشان تعرفه على جوزها كارل لكن اثناء ما كارل كان بيجيب حاجة يشربوها من المطبخ سال بيسمع جوليا وفلو بيتخنق وبعد كده بيسمع صوت ازاز بيتكسر وبشوف مية على الارض جاية من ناحية المطبخ وبيلاقي كارل فائد الوعي وبيدخل لقوضة البنت فبيلاقيها كمان فائد الوعي وجوليا بتحاول تقفل المزيكة وساعتها تبدأ جوليا تتوضح له وتحكي له انه جوزها وبنتها ماتوا الاتنين في حريق بسبب تضخين فلو فبتعاطف سال معها لكنه بيستغرب انهم ازاي كانوا قادرين يعيشوا مع بعض فجوليا بتقوله ان التماسل ممكن يخلي المضيفين يشوفوا بعضك انهم الشخص اللي كانوا مفروض يكونوا عليه فبيسألها ازاي عملت كده فالستة بتشرح لي ان الجسم مجرد جسم لكن الباقي لسه هما تاني يوم سال بيقابله الدكتور اللي اسمه دويل وبيقوله انه عايز يشوف زوي زا ما هي فالدكتور بيقوله انه ده مش ممكن ابدا وبيشاور له على صورة على الحيطة وبسأله ايه اللي انت شايفه فسال بيقول انه شايف بطة لكن دويل بيفجأه ويقوله لا ده ارنب وهنا الدكتور بيشرح له انه لما عارف ان الصورة ممكن تكون ارنب فدماغه تلوقتي هتشوفها كده ومش هيقدر يرجع يشوفها بطة تاني وده نفس اللي بيحصل مع المضيف انه ازاي يشوف الشخص هو نفسه والشخص المفروض يكونه ودكتور دويل بيختم كلامه ان الدماغ ممكن تشوف واحدة من الاتنين بس لكن سال كان مصمم انه عايز يشوف وش زوي فالدكتور بيقوله انه ممكن يخلوه يشوف ارنب بس ده لو عمره معارف انها بطة وده بيكون السبب في ان المضيفين ما يعرفوش انهم ماتوا اصلا عشان ده يمنعهم انهم يقبلوا نفسهم في جسم تاني كمان الدكتور بيقوله انه لو المضيف نام وادراكم مكسور مش هيقدر يقبل الزكريات الجديدة ده سبب ان سال لازم يبزي الجهد في المحاكاة فسال بيرفض ويصدق انه ممكن يعمل كده فدويل بيقترح انه يتخانق معاها كحيلة سريعة لان المشاعر السلبية بتنشط الزكرة والتعرف لكن سال ما كانش حابب الفكرة وكان الدكتور بيعتقد انها اسرع طريقة للتواصل تاني يوم سال بيستعد بينما موظفين اترنوم بيدخلوا المضيف اللي هي ايفا الاوضة وبعدين بيمشوا وسال بينتظر بقلق لحد ما ايفا تصحى وتبدأ تحضر القهوة وساعتها سال بيقرب منها البطء وهو لسه بيحاول يشوف زوي ورا وش المضيف وبيحاول يحصل على اي احساس من الروتين معاها فبيقول لها انه عايز يعمل اي حاجة معاها النهاردة فبتقترح عليه انهم ينزلوا يتفرجوا على بيوت او يعودوا يشوف فيلم سوا وطبعا سال بيوافق على فكرة الفيلم وبيبدأ يسألها عن كتابها اللي بتكتبه فهي فتبدأ تتكلم عن كتاب زوي وفجأة سال بيتعمد انه يمشي بعيد عشان يأكل السلحفة بتاعته فهي زي كل البنات طبعا بتفترض طبعا انه مش مهتم وساعتها بتتعصب وبتدخل الحمام لكنه بيفتح الباب رغم انها في الحمام وبيقول لها انه كان بيسمعها على فكرة وبيسألها ليه زالت فجأة وطبعا كاي ست بتقوله انه مش مهتم وبتروح على قضتها فبيروح وراها وبسألها اذا كانت فعلا عاوزت تشوف البيت اللي هم الفكروا فيه لكنها بترد انها مش مهتمة بالبيت ولا بالاجازة اللي كان هو بيخطط لها فبيقول لها انهم قرروا ده مع بعض لكن بتقوله انه هو اللي قرر الواحده بالنياب عنها فبيطب منها سال انها هتتكلم عن المشكلة دلوقتي وما تأجلش لكن ايفا بتقوله انها زهد من الكلام المتكرر وبتنطقط جهله وبعد كده بتحاول تمشي فاللحظة دي اخيرا سال بيشوفها كزوي فبيعتزل لها بلطف وبيصلاحها وبتحكوا وبيحضنها وبعد شوية اترنوم بتاخد المضيف بعيد وفي الليلة دي سال بيعترف لاخته انه الامور مشت كويس جدا وبشكرها على رعايتها لي وبعد كده بيروح سال يقابل دكتور دويل عشان يناقش معاه مراسم الوديع واللي فيها المفروض بيعبره عن الحاجات اللي ما كانوش قادرين يقولوها للميت قبل ما يودعوه وده يعني سال لازم يقول لزوي انها خلاص راح تومات ودكتور دويل بيطمنه ان الطريقة دي احسن من العلاج النفسي بكتير فسال بيرفض ودويل بيرشرح له ان اترنومة مش بتمنع الحزن بل بالعكس هي بتساعد على التعامل معاه فسال بيطلب وقت زيادة لكن ده بيكون ضد البرتوكول فبيقول ان اخته بتقول ان ايفا عندها توافق عالي مع زوي ولما بيسأل دويل عن ايبي سال بيرفض اكشف عنها عشان ما يبقاش فيه مشاكل لاخته في شغلها وبعدها بنشوف سال كان بيرتب قوضة نومه وبتدخل عليه ايبي فبيطلب منها وقت زيادة لكنها بتقوله ان عدد الجلسات محدد مسبقا كمان بتشتكي انه لمح لدكتور دويل انهم اخوات لكن سال دافع عن نفس وقال انه ما قالش اسمها بعد كده بيحاول يفاوضها على عدد اكبر من الجلسات مع ذكرات زوي فبتقوله ان ده ممكن بس لو استخدمه مضيف مختلف فسال بيرفض وبيقول انه عايز يكون مع نفس زوي بعد كده بنشوف زوي وسال وهما بيحضروا لصهرة فبتسأله عن سبب الاحتفال فبيقولها انهم ببساطة بيحتفلوا بكونهم مع بعض لكن اثناء ما كانت بتلبس حستانها بتبدأ تحس بدوخها فبيشيلها سال وهي بتفق الوعد وبيعرف ان الوقت اللي كانت فيه ايفا هي زوي انتهت والجلسة خلصت وطقم ايطر النوم بيجوا ياخدوها فسال بيحس بالوحدة وبيكرر يروح لمالها ليلي عشان ينسها وبالفعل هناك بيشرب وينسى نفسه لكن فجأة بيشوف ايفا لكن بدون ذكرية زوي فبيكرر يمشي وراها لبرى المالها وفي الوقت نفسه دويل بيكون بتكلم مع ايبي وبيحذرها من اللي نوي عليه لكن هي بترد عليه انها عملت حاجة مشابهة اللي عمله هو مع امه لكن دويل بيقولها انه لازم يكون في حدود فبتقوله ان ده ما بيفدش وما هوش علاق حقيقي وكان المفروض يوفره طريقة للبقاء بعد الموت في نفس الوقت سال كان بيتبع ايفا لبرى خيص وبشوفها ماشية مع الرجل لغرفة خاصة عشان يكتشف ساعتها شغلها الحقيقي تاني يوم ايفا اللي بقت زوي مرة تانية بتفطر مع سال وهي حاسة بالتعب بسبب حلمة غريب مش قادرة تفتكره فسال بيقول لها انها اذا كانت مش فكرة فيبقى اكيد هو مش السبب في تعبها وزوي ساعتها بتسأله عن وكالة البيوت فبيقول لها ان البيت اللي كانوا عايزينه خلاص اتباع بعد كده بيلاحظ كادمة على ادراعها وبيبدأ يبص عليها بقلق بعد كده الجلسة بتنتهي لكن ايفا بتبدأ تحلم بذكريات زوي وبتبدأ مع مسجل كاسك واحدة من الازاز من حادثة العربية اللي ماتت فيها وقتها ايبي بتقول لاخوها ان ايفا بتحلم بذكريات موت زوي وبتحذره ان ده بسبب الجلسات الطويلة مع المضيف وبيكون في علامات غير طبيعية وعشان كده ايبي بترفض انها ترجع ايفا فسال بيقول لها انه ممكن يرأي بالمضيف وممكن يرجع ايفا لكن ايبي بترفضه وبتقوله انه لازم يلتزم بالقوانين فسال بيتهمها انها عايزها ترجعه للحزن مرة تانية لكن في النهاية بتوافق على جلسة اخيرة وبيععدها انه مش هيطلب منها حاجة تانية وفي الجلسة سال بيقضي وقت مع زوي في البانيو وبتكلمه عن البيت اللي كانوا عايزينه وبيقول لها انه كان عاوز اطفال فزوي بتعترف له انها حاسة انه مش هتعيش كتير وانها عارفة انه خايف جدا لكن سال بينكر انه خايف وساعتها زوي بتقوله انه هيكون قب ممتاز بعد شوية سال بينضم الجلسة علاج جماعي وبيشوف فيها جولييت وهي بتتكلم عن ودع مؤلم مع بنتها فلو ووقتها جولييت بتتمنى لو كان عندها وقت اكتر مع فلو لدرجة انها لما راحت فلو البديلة للنعم جولييت لقيت نفسها بتطلب منها انها ما تنامش ودكتور دويل اللي قادل الجلسة طلب من الاعضاء اختيار شيء يمثل احبائهم الراحلين ويختبروا نفسهم ويشوفوا اذا كانوا هيقدروا يعيشوا من غير ده ولا لا وفي نفس الليلة سال بيمسك مسجل بتاع زوي وبيبص من الشباك وبيسأل نفسه اذا كان يقدر يسيبه من ايده ولا لا واخيرا بكرر سال يزور مكان شوالي ايفا وبيشتري رأسة خاصة معها وبعد الرأس بيحس بالحزن لانها مش زوي وبحضونها وهو بيعيط بعد كده بنتصر لغاية ما ايفا بتخرج بره عشان تدخن سجارة وبيكون متردد في الكلام معها لحد ما هي بتسأله اذا كان بكى بسبب ان انا اجابتش الرأسة وساعتها ايفا بتدعيه لبيتها وبتعرض نفسها عليه لكنها بتتراجع لما بتشوفه متردد لكنه بيسأل عن تكلفة انه يقعد معها بس لكنها بترفضه بتطلب منه انه يمشي لكن هو خارج من بيتها بيشوف رسالة مطوية على العداد وتاني يوم الصبح ايفا بتلاقيه قدامها فما كان شغلها فبتنزعك جدا وبتقوله انه لازم يلاقي ليه صاحب او حبيب مش عامل ليلي فبيقول لها انه لفت انتباهه رسالة مطوية في بيتها وبيقول لها ان الرسالة دي للعمل امش للمضيفين وبيعرض عليها انه يساعدها لان اخته شغالة في الشركة لكنها بترفضه وتسخر منه لانه مش قادر يساعد نفسه وعايز يرجع مراته اللي اصبحت من الماضي تاني يوم بيرجع يزورها في بيتها عشان يعتذر ليها فبتخرج تمشي معاه وبيعرف منها انها بتشتغل كمضيف عشان تكفي احتياجاتها المالية وبتعتذل لي عن التعليل اللي قالته عن مراته وبتقوله ان هي نفسها كانت بتتمنى لو تشم ريحة بنتها اللي ماتت مرة تانية ولو مرة واحدة بعد كده اللي اتنين بيروحوا للمتحف الزكريات واللي فيه بتطارد زكريات اشخاص عشوائيين وبيدخلوا قوضة ظلمة فيها شاشة واحدة داخل اطار وساعتها سال بيقول لها ان استخدم علاقات اخته عشان يشوف زكريات مراته وبيعترف ليها انه بيفتكر بس احسيت الناس القريبين منه لانه مش قادر يبصلهم في عيونهم وبعد المتحف سال بيازم ايفا عنده في البيت لكن هما بيشربوا ايفا بتقوله ان عمرها ما خدت حد معها للبيت لانها بتخف تقرب لاي حد فبعتذر سال وبيدخل الحمام بتدخل ايفا المطبخ وبتشوف مسجل الكاسة الوكمان اللي حلمت بيه فبتسأله ازا كانت مراته ماتت في حادثة عربية فبيحكي لها سال انها كانت رايحة تصهر وترقص احتفالا بالفلوس اللي حوشوها علشان يشتروا البيت وكان هو اللي سايق وايفا بتتعرف على حدثة من احلامها وسال بيعتذر لانه كان المفروض هو اللي يموت في اليوم ده تاني يوم ايفا بتقابل ابي في قتار نوم وبتتكلم معاها وبعد كده ايفا بتروح لبيت اخوها سال وبتقوله ان ايفا عارفة كل حاجة لكن مش هتبلغ عنهم وبتنصحه انه تكلم معاها فسال بيروح يزور ايفا وبعتذر لها عن كتبه عليها وبقول لها ان كل مشكلته انه كان مشتاق جدا لمراته فبتسأله اذا كان كذب كمان في رغبة انه عايز يكون عنده اطفال لانه كان عارف ان ده مستحيل فبيبدأ سال يدرك ان الزكريات زوية لسه موجودة في ايفا وساعتها ايفا بتفسر ليه بان المضيف تكلم مع ابي علشان يصحيها الاخر مرة وبتقوله انها هنا عشان تودعه وتغطو معاها وبتقوله انه مش محتاج يحس بالزنب تاني لان في الحقيقة ما فيش حد نيجي من الحادثة وهو كمان ميت وبنعرف ان ايبي حاولت كتير تودع اخوها لكن ما قدرتش وسال استمر عايش داخل المضيف بتاعه وفي مكان تاني ايبي كانت بتتأمل في المطر من شباكها وبتجمع صور مضيف سال وبتلم حاجاتها عشان تسيب اترنوم للابد وفي بيت ايفا زوي وسال بيساعدوا بعض في التحضير للنوم وهم عارفين انهم لما يناموا هيكونوا انتهوا وساعتها زوي بتخاف لكن سال بيطمنها انه هيكون معاها ومع طلوع النهار المضيفين بيصحوا سوا وبيبتسموا وهنا بتكون البداية لكن البداية اللي ده وقتها فعلا انك تشترك في القناة